موسيقى كربلا لازلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سالة ومن دمع جرى مشاهدينا وينما كتوا عم تتابعونا عبر قناة زاقرس الفضائية أنا نانسي بدي رحب فيكن بها الحلقة من برنامج مسابقة في رحاب الطف ضمن دورة برامج قناة زاقرس الاستثنائية لتغطية أحداث هالشهر الاستثنائي شهر محرم الحرام لنستذكر سوا ذكرى استشهاد سيد شهداء أهل الجنة وسبط الرسول الأعظم عليه أفضل والسلاة والسلام هالمناسبة اللي بتمر علينا كل سنة ونحن منستحضرها لحتى نستذكر سوا ونستلهم منها أسمى معاني التفاني والصمود بوجه الظلم والطغيان اللي صاروا وينما كان مع الأسف اليوم حلقتنا رح يكون إلى هدفين الأول أنه نشارك الناس أحزانهم ومشاعرهم بهذه الذكرى الأليمة والهدف الثاني طبعاً أنه نعطيكم معلومات معلومات مهمة جداً عن هالمناسبة العظمى لأنه في كتار ناس يمكن ما بيعرفوا إلا الإسم ما بيعرفوا كتير معلومات عن هالذكرى فسوى رح نستابع وقتنا معكم ونستذكر كل المعلومات اللي بتهمكن وبتفيدكن وتربحوا معنا جوائز مثل ما عودتكن دائماً أسرة قناة زاقروس الفضائية تابعونا مستمرين معكم مشاهدينا فسوى رح نستقبل أول مشتريك بحلقتنا لليوم السلام عليكم السلام ورحمة تعرفنا على اسمك؟ اسمي باسم باسم؟ باسم علي صوتك شوية باسم محمود محمود من وين يا باسم؟ نحنا مصري مصر أم الدنيا يا هلب مصر أنت كمان من مصر؟ من مصر من مصر تعرفوا أنه هلأ محرم صح؟ صح تمام؟ هاي المناسبة خاصة بكل العالم مزبوط تعرفوا معلومات أو لا؟ يعني قليل قليل؟ أه وانت؟ لسه برضو قليل برضو قليل؟ قليل هلأ من خليل نكتار يلا مش يلا بدي اسألك سؤال تمام؟ تمام بأي يوم من أيام الأسبوع كان استشهاد الإمام الحسين بالعاشر من محرم الحرام هل يوم السبت أو الأحد أو الجمعة أو التلاتة إذن السبت أو الأحد أو الجمعة أو التلاتة شو بتقول؟ الجمعة الجمعة؟ الجمعة وانت كمين الجمعة؟ يعني كيف عرفته؟ لأنه الحسيني زي ما هو هنا هو عندنا في مصر يعني بتعرف معلومات؟ نعم أنت بتقول الجمعة أكيد؟ بتدرسوا بالمدرسة عن عن استشهاد الإمام الحسين؟ شو بتخبرنا عن هالمناسبة؟ والله يا ذكرة وحشة لكل المسلمين بسرعة طبعا بكل العالم يعني طبعا ذكرة وفاة الإمام الحسين يعني طبعا سلام الله عليه يعني وانت بتقول الجمعة؟ الجمعة متأكدين؟ أو متأكدين الجواب صح؟ الجواب؟ الجواب صح نهائي؟ الجمعة صح؟ هو يوم الجمعة إذن يوم الجمعة هو ذكرة استشهاد سيد شهداء أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام كان يوم الجمعة العاشر من محرم الحرام رح أسألكم سؤال تاني بما أنه هالأد ربحته بسرعة رح أسألكم سؤال تاني من هو من هو حامل لواء معركة الطف؟ من هو حامل لواء معركة الطف؟ لا تصفنوا ببعض رح أعطيكم احتمالات هل هو حبيب بن مظاهر الأسدي أو أبو الفضل العباس أو زهير بن القين أو الإيمان زين العابدين إذن من هو حامل لواء معركة الطف؟ التاني اللي هو أبو الفضل العباس أبو الفضل العباس حافظ الرقم ومش حافظ للإسلام؟ لا أنا حافظ رح أرجع عيد الأحتمالات هل هو حبيب ابن مظاهر الأسدي أو أبو الفضل العباس أو زهير بن القين أو الإيمان زين العابدين أبو الفضل العباس أبو الفضل العباس طبعاً هو الإمام أبو الفضل العباس حامل لواء معركة الطف هذه المعركة الأليمة مشاهدينا بما أنه باسم ومحمود من مصر أم الدنيا هنا في بلاد الرافدين بلاد الإمام الحسين هذه الأرض المقدسة هنا من مصر استضفنا اليوم باسم ومحمود بما أنه جاوبوا على السؤالين صح؟ إذن بيربحوا معنا هل جائزة؟ مبروك أهلا وسهلا فيكم موسيقى 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 مشاهدينا مستمرين معكم ببرنامج مسابقة في رحاب الطف من بعد ما استقبلنا من مصر المشترك الأول هلأ رح نستقبل حل المشتركات المكمامين حلو ملتزمين ملتزمين تمام أنت ما كنت ملتزمة بس أنا غششتك موسيقى موحب الكمامان ما بتحبي الكمامان؟ موحبا تخنقني ما حدا بيحب أبس مضطرين موسيقى تخنقنا كلنا بتعرفون على اسامكم؟ مريم مريم نادين نادين شو حلو اسمك؟ آية وآية إذن مريم ونادين وآية هلأ أنتوا من وين؟ من بغداد من بغداد كلكم؟ أنتوا أخوات أو صديقات؟ صديقات صديقات كتير صديقات أو شواء؟ كتير كمان رح أسألكم عن شهر محرم الحرام طبعا وعن الأشياء اللي صارت طبعا بالمناسبة التاريخية ما هو عدد الأيام التي صارها الإمام الحسين في أراضي العراق أثناء رحلته من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة يعني الإمام الحسين إجاء سيرا على الأقدام عدد الأيام اللي صارها من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة تمام؟ فيه؟ طبعا فيه الاختيارات هل هنن سبع تيام أو ثمنت تيام أو تسع تيام أو عشر تيام؟ تسع أيام وانت شو بقولي؟ عيدي لي الجواب بس تسع أيام تسع أيام وانت بقولي عشرة تسعة تسعة هلأ انت بتعرفي إنهم تسعة أو؟ هلأ أعرف؟ هلأ أعرف؟ بتأكد إنهم تسع براف؟ هلأ أعرف؟ هلأ أعرف؟ هلأ أعرف؟ هلأ أعرف؟ هلأ أعرف؟ أكتلت على كلامة وأنتي؟ هو فعلا الجواب الصحيح تسعة أيام هي الأيام التي سارها الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة رح أسألكم كمان سؤال تاني عم حاول عم حاول معك لأنهم ما جوبتي صح السؤال بيقول تمام؟ ما هو الشعار الذي رفعه الإمام الحسين في المعركة؟ إذن ما هو الشعار ما هو الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام في المعركة؟ نصر من الله وفتح قريب أو هيهات مننا الذلة إن تنصروا الله ينصركم والاحتمال الأخير إنا فتحنا لكم فتحاً مبينا هيهات مننا الذلة بتقولي هيهات مننا الذلة هيهات نفس أولي هيهات مننا الذلة هيهات من الذلة برافو 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 إذن الجواب الصحيح هيهات مننا الذلة الإمام حسين رفع هذا الشعار أثناء المعركة هيهات منا الذلة برافو جاوبتوني على السؤالين بعد بقيلكم سؤال واحد وبتربحوا لأنه ثلاثة لازم ثلاثة أسئلة تمام؟ السؤال بيقول هناك قول مأثور قالته السيدة زينب عليها السلام في نهاية المعركة فما هو؟ إذن هناك قول مأثور قالته السيدة زينب عليها السلام في نهاية المعركة ما هو هذا القول؟ هل هو؟ ألا من ناصر ألا من معين؟ ربنا اغفر لنا وأيدنا الاحتمال الثالث إلهي تقبل منا هذا القربان؟ أو الاحتمال الرابع؟ اللهم أهلك أعداءنا اللهم تقبل منا هذا القربان لا من ناصر ألا من معين؟ لا من ناصر ألا من معين ولا جواب جوابتي صح؟ الزراحة ما يعني ما في معلومات؟ إذن الجواب الصحيح هو إلهي تقبل منا هذا القربان شو اسمك؟ آية 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 ربحت ثلاث مرات مرات شو كان اسمي؟ مريم مريم ومريم ومريم ربحت مرات نادين ما جاوبت على ولا سؤال مرات 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 خيار 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 إذن بدنا نقول مبروك لمريم شكرا ولا آية ونادين ونادين اتقسموا الهدية ما زالكم صاحبات هاي الهدية الجائزة من قناة زاكروس بمناسبة هالشهر الفضيل كاللزم أعطيكيها لأليك عادي كاللزم أعطيكيها لأليك عادي عادي ماكو فرق ماكو فرق بنا بس عشان ما تزعاليه رح أعطيكي أصلا لأليك جائزة لأليك لأنه هي جواب تساح جواب تساح كل الأسئلة مبروك الله يبارك برافو مشاهدينا مستمرين معكم بهالحلقة الاستثنائية من برنامج مسابقة في ريحة بالطف بعد ما خلصنا مع مريم ونادين وآية سواء رح ندور على مشترك جديد تابعونا إذن عملية البحث ما زالت جارية عن مشتركين جديد ليشركوا معنا ببرنامجنا ومسابقة في ريحة بالطف السلام عليكم سلام الله بتعرفوني على حالكم أنا عباس عباس من وين يا عباس من ناصرية الساكن من بغداد أهلا وسهلا بالناصرية وأهل الناصرية سلطان من بغداد سلطان؟ من بغداد من بغداد سلطان وعباس بتعرفوا عن شو رح نسألكم؟ عن واقعات الطف وعن الاستشهاد محمد حسين عليك سلام برافو طاح شكلك كنت كثير ماشي معنا من دمش عندك معلومات عن معركة الطف وعن الاستشهاد لإمام الحسين أكيد أكيد تمام رح أسألكم أول سؤال من هو من هو أول شهيد في معركة الطف إذن سؤالنا بيقول من هو أول شهيد في معركة الطف بتعرف أو أعطيك احتمالات؟ احتمالات يعني بتعرف ولا احتمالات؟ لا احتمالات وإنت؟ احتمالات الاحتمال الأول هل هو مسلم ابن عقيل الاحتمال الثاني هل هو علي الأكبر الاحتمال الثالث هل هو مسلم ابن عوسجة أو الاحتمال الرابع الحر الرياحي أول شهيد أول شهيد أول شهيد أول شهيد الحر الرياح الحر الرياحي الحر الرياحي مع الأسف الجواب خطأ لأنه أول شهيد بمعركة الطف هو مسلم ابن عوسجة أما مسلم ابن عقيل فقد يستشهد قبل معركة الطف حيث كان سفيراً للإمام الحسين عليه السلام رح أسألكم سؤال تاني تمام؟ بس ما تخجلوني هاي المرة إذا ما عادتكن معلومة خلاص بتخسروا من هو سألتكن من هو أول شهداء الطف هلأ رح أسألكم من هو آخر شهداء معركة الطف آخر شهيد بمعركة الطف كمان رح أعطيكن احتمالات الاختيارات هنه هل هو أبو الفضل العباس هل هو حبيب ابن مظاهر الأسدي هل هو القاسم ابن الحسن عليه السلام أو الاحتمال الرابع هل هو الهفهاف ابن المهند أبو الفضل العباس أو حبيب ابن مظاهر الأسدي القاسم ابن الحسن عليه السلام أو الهفهاف ابن المهند الهفهاف هو فعلا هو الهفاف إذن المحند الراسبي البصري هو آخر شهداء معركة الطف إذن الجواب صحيح لأنه جوابت على أول سؤال غلط رأعطيكم فرصة لأنه هيك سرعنا واحد غلط وواحد صح رأعطيكم كمين فرصة هناك قول مأثور قالته زينب عليها السلام في نهاية معركة الطف هلأ بشوف إذا كنتم تبعين لأنني سألتها السؤال من قبل تمام؟ القول المأثور الذي قالته السيدة زينب عليها السلام في نهاية المعركة هل هو ألا من ناصر ألا من معين أو ربنا اغفر لنا وأيدنا أو إلهي تقبل منا هذا القربان أو اللهم أهلك أعداءنا ثالث احتمال ثالث احتمال إلهي تقبل منا وإنت ألا من ناصر ألا من معين خطأ صح إذن القول المأثور الذي قالته السيدة زينب عليها السلام إلهي تقبل منا هذا القربان ذكرني بإسمك عباس عباس سلطان عباس جواب جوابين صح من أصل ثلاثة سلطان جواب صح جواب واحد بما أنه نحن ما منخسر حدا حتى لو جواب غلط أنتوا أصحاب أو؟ مش أصحاب مش أصحاب مش أصحاب رح خليكم تصيروا أصحاب وتاخدوا هالجائزة من قناة زاقروس وتتقاسموها بالنص وهيك بتصيروا أصحاب واحد من ناصرية واحد من بغداد أنا اللي بتشرف فيكم تفضل مبروك موسيقى موسيقى مساعدين ومستمرين معكم خلال هالحلقة الاستثنائية من برنامج مسابقة في رحاب الطف في أحلى من هالحزي بدي ربحك أنا لو حتى ما زوابتيني إن شاء الله بتعرفيني على حالك خالة اسمي سميرة جعفر سميرة جعفر هادي من الديالة إن شاء الله تكوني من وين ما تكوني بكفي بركاتك كذولة عيونك قلبي الله يوفقكم إن شاء الله حبيبتي تسلمون أحلى ديالة وأهل ديالة حبيبتي حتى لو معرفتي الزواب امروا قاطية إن شاء الله قلبي يستر عليكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بوجودكم العراق بخير انشاء الله خارع عندك معلومات عن الامام الحسين عليه السلام بدول اسمه للحسين ابو عبد الله عندك معلومات عنين عندك معلومات بدي يسألك سؤال كم كان عمر الامام الحسين عليه السلام حين استشهاده ان شاء الله امره 300 تمانع وخمسين سنة تمانع وخمسين سنة صاح بدون احتمالات ساح 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 هاي بوسة من رأسك معنو في كورونا بس هاي البوسة من رأسك دائما دائما قلبوا انا ما بيسوي التحليل قبل حتى لو فيك كورونا في دول عيوني تبنيت يوم كثر من المثالكم حبيبتي لحسن لكم من سؤال كم من سؤال كم يوم استغرقت الرحلة التاريخية للإمام الحسين عليه السلام عشرة أيام خليني أنا أعطيكي احتمالات مش كل مرة بتثبت نعم هل عشرين يوم أو اتنين وعشرين يوم أو اربع وعشرين يوم أو او اتنين وعشرين يوم عشرين يوم كمان شوية اربع وعشرين يوم رابو رابو خالة خالة بدي أسألك نعم سو مساعرك بهال أيام بتكون رحتي على الزيارة أول شيء أو لأنه ملتزمين بالحجر ما فيه؟ شف إيد عن مودل هاي ولا أحنا كل سنة يعني بالأربعين نروح نمشي وعملتوا التمن وقيمة إي والله بس أنا ما أكلتا وهريسة الله وهريسة الله إيه الله يبارك لك وعصول ليه وتمن إي والله الموجود يعني هل نقدر عليه القيمة من شو مصنوعة كيف بي تدخول؟ لحم وحمص لحم وحمص ومعجون ومعجون معجون يعني بنادورة معجون إي نعم القواطمة قوي القواطمة مع المعجون إي منه فيدخول لحم والحمص إن شاء الله سوابك مقبول بدوها الحلقك إن شاء الله سوابك مقبول أجماعين أجماعين هدك أسألك كمان سؤال ولا ربحك وخلاص؟ أسألك كمان سؤال أو تربحي وخلاص نقدر له السؤال خلاص مبروك مبروك خالة هاي الجائزة من قناة زاقروس لحضرتك وهي أقل من قيمتك بكتير شكرة شايوني شوفتكم تكفي والله يا خالة بركات اشتراكي كفي البارق يبارك مع Grammar يبارك معمري ي dyeكت如果你 للمسلمين؟ بيها هي المناسبة lıkين Trevalt الله يوفقهم الله يرضى عليهم بجاه الحسين الله يوفقهم إن شاء الله يجب أن تتمنى بالأمن والأمان يا رب يا رب يحفظ الشباب يحفظ الشباب والشابات ویطولنا بعمرك يا رب حبيبتي إذن متابعين مشاهدين عبر قناة زاقرس الفضائية مستمرين معكم بهاليوم العظيم بهالحلقة الاستثنائية مرة تانية بهالبرنامج الاستثنائي من برنامجكم مسابقة في رحاب الطف اللي رح تتابعوه خلال أيام شهر محرم الحرام على قناة زاقرس الفضائية لا تروحوا بعيد رح أروح دور على مشترك جديد وراجعيكم مساهدينة بدي ذكركم أن حلقتنا اليوم أبداً مشتر فيه حلقتنا لحتى نتذكر سوا هالذكرى الأليمة لحتى نستحضر الألم بها اليوم يعني نتذكر الوقائع اللي صارت خلال معركة الطف قبل وأثناء وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الفائدة لازم الفائدة لازم تعمل الجميع الربح هو رمزي الهدف منه ممكن يكون ثواب أو أي شيء نقدر نساعد فيه بها الذكرى الأليمة أبداً ما عم نفكر أو عم نفتش على ترفيه أو على تسليه الذكرى أليمة رح نستحضرها لحتى دائماً وأبداً نكون بوجه الظلم لأنه كافي الظلم اللي تعرضنا له وعن نتعرض له كل يوم بدولنا العربية رح نستشهد من الإمام الحسين رح نستذكر كيف وقف هالوقفة وقفة الرجل الواحد بركي شيوم نكون إيد وحدة كلنا سوا بوجه الظلم تابعونا ومعن رح نستقبل مشترك أو مشتركين جديد السلام عليكم السلامة الله ورحمة السلام بكم تعرفنا على حضرتك؟ ياسر من بغداد ياسر بس عينك على الكاميرا ياسر من بغداد علي من بغداد علي من بغداد حسين من الديوانين حسين قدش حلو اسمك قديش حلو اسمك يعني كل الاسامي حلوين بس بما انه اليوم طبعا سيدنا الامام علي عليه السلام عليه السلام عندكم فكرة عن الاسئلة راح اسألكم اياها عن معركة الطف وحنا نحدث الان هي ذكرة استشهاد الامام الحسين عليه السلام راح اسألكم ثلاثة اسئلة سؤالي الاول بيقول ما هو عدد المناطق التي مر بها الامام الحسين عليه السلام اثناء رحلته من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة كل اياتنا بنعرف انه الامام الحسين طلع برحلة طويلة من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة تمام بدي منكم تقولولي بكم منطقة مر من انطلاقه من السعودية او من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة كم عدد المناطق التي مر بها هل هو سبعة وثلاثين او تمانا وثلاثين او تسعة وثلاثين او اربعين منطقة او 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 ا من المدينة المنورة اجي على الكوفة على هالمناطق يعني داخل المناطق بغداد وانت هيك بتقول انا ما بعرف المناطق والله بس بدي متل ما بعطيكم معلومات تتساعدوني من الكوفة الى كربلان من الكوفة يعني مر بالكوفة نعم هو اجي من المدينة الجدل المدينة المنورة بعدين اجي مر كشام وواي وكذا هو انطلق من مكة المكرمة وليس من المدينة المنورة وصولا الى كربلاء المقدسة فعلا عدد المناطق اللي مر بها الامام الحسين عليه السلام كانت 38 منطقة اذا 38 منطقة هو العدد الصحيح للمناطق التي مر بها الامام الحسين عليه السلام اثناء رحلته من السعودية او من مكة المكرمة وصولا الى كربلاء المقدسة. مين في كل رايح على كربلة? رايح? ايه بار حكمت. الله. بيوم العاشر. رحت على كربلة. وانا ما رحت. شي مرة راح ازورها اكيد. شو بتحسوا لما تزوروا هاي الضرائح او لما تزوروا هاي الاماكن المقدسة. نفسيا تحسين شي روحاني. تحسين بالامان. بالامان. العز امام الحسين وعز زينب. والعز فاطمون. بيوم اعظم يوم. رح نعز نفسنا باستشهادهم. باستشهادهم. باستشهاد الامام الحسين عليه السلام. وانت شو حسيت لما رحت على كربلة? يعني احس بانطلاق الروح يعني. علي صوتك بس. احس انطلاق الروح يعني شونة اذا اجل اواسي اهل البيت. وعلى اواسي اهل البيت. وعلى مصاب ومواس. طبعا. وانا الجواب الصحيح هو ثمانة وثلاثين. رح اسالكم كمان سؤال. السؤال التاني شو بيقول? السؤال التاني بيقول من هو الامام المعصوم الذي شهد معركة الطف وكان طفلا صغيرا. اذا من هو؟ محمد الباقر. شو اسموه؟ محمد الباقر. وانت؟ بس اختيارات. من هو الامام المعصوم الذي شهد معركة الطف وكان طفلا صغيرا. هل هو علي بن موسى الرضا؟ هل هو جعفر بن محمد؟ هل هو الامام محمد الباقر؟ او موسى بن جعفر؟ محمد؟ محمد؟ عليه السلام محمد الباقر. محمد الباقر. الاجابة الصحيحة قدش كان عمرو بتعرفوه؟ اه ست اربع سنوات انت عم تغش من الورقة ولا بتعرفوه؟ تقليل اربع سنوات. اربع سنوات نعم اربع سنوات. فعلا الجواب الصحيح هو الامام المعصوم الذي شهد معركة الطف وكان طفلا صغيرا كان عمرو لا يتجاوز الاربع سنوات هو الامام محمد الباقر. صحيح الجواب صحيح. رح اسألكم اخر سؤال. اخر سؤال. كم كم يوما استغرق استغرقت الرحلة التاريخية اللي قلنا عنا من شوي انه انطلق فيها من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة. كم يوم اخدت هالرحلة؟ كم يوم؟ من المدينة من مكة المكرمة الى كربلاء المقدسة. كم يوم؟ 24 يوم. 24 يوم. وانت شو بتقول؟ 38 يوم. 38 يوم. بس اختيارات؟ الاختيارات عشرين. اتنين وعشرين. اربع وعشرين او ستة وعشرين يوم. ستة وعشرين يوم. ستة وعشرين يوم. ستة وعشرين يوم. انت المعلومات من اين جايبها؟ اني يعني. طلع على الكاميرا بس انت وعن تحكي. يعني احنا وين الروح؟ يعني احنا لازم نطلع على امر هالبيت نشوفه. عمري موالدة 2001. 19 سنة. 19 سنة وبتعرف هاي المعلومات. نعم نعم. اذا مشاهدينا ما فين يكون قدام ثقافة حسين الا مبهورة. بدون احتمالات عم يجاوب. اذا الجواب الصحيح هو اربعة وعشرين ايوما استغرقت رحلة الامام الحسين التاريخية بين مكة المكرمة وكربلاء المقدسة. طبعا مبروك هو انت ربحت اكتر واحد لان ثلاث اجابات صحيحة وبدون احتمالات. انت كان اجابة. اجابتان. وانت اجابتان. انتو اصحاب? ما بتعرفوا بعض. انت من الديوانية وانتو اصحاب? كمان مش اصحاب. الصدفة ربا صدفة خيرهم. ربا صدفة خيرهم من الف ميعاد. بما انو اليوم نحنا عم نجمع الناس من كافة المحافظات وعم نخليهم يتقاثموا هالجوائز اللي هي بمثابة ثواب عن روح الامام الحسين عليه السلام من قناة زاقرس الفضائية. انا رح لكم مبروك ربحتوا وخليكن اصحاب يمكن تتذكروني بالخير. ان شاء الله. ان شاء الله. وتقاسموا الجائزة سوا. الف مبروك. ونشكركم على هذا البرنامج. ونشكركم على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. ان شاء الله. اشكركم على البرنامج على الضافة. اهلا وسهلا. انا بدي ايلك بدي ايلك مني انا تضلك دائما وابدا تقرأ وتدور لانو نحنا بحاجة ناس مثقفين مثلك بهذا العمر. شكرا جزيلا. شكرا بذوق ما تقسرونه. بارك الله بكم على حياء مراسيم. اتشاد لامام الحسين. وانا يعني من احسن الامور رحنا جاي نعيش بهاي الايام. انا احتراما لثقافتك. رح اخلي الجائزة اللي اخدها هنن يتقاسموها. ورح اربحك جائزة من قناة زاقرس الفضائية ومني انا احتراما لثقافتك. هاي الجائزة لالك لحالك. الف مبروك. الف مبروك. مشاهدينا متل ما شفتو المشتركين على حد مهم من الثقافة اللي بتخز. يعني هي مش مجرد ذكرى او مجرد مناسبة. بالعكس الناس عارفين وفاهمين. يعني وعن ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام. لا تروحوا بعيد مرة جديدة رح نكمل معكم. ورح نستقبل هالمرة مشتركات. 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 السلام عليكم. السلام. سهلا. شو اسمك يا حلوة. رزان. رزان. شو حلو اسمك رزان. تطلعي على الكاميرا. رزان من وين. من بغداد. قديش عمرك. اثناع السنة. اثناعشر سنة. اثناعشر سنة. ثلاثة وثلاثة. لا ما بدي أسألك عن عمرك. لان وانا ما فحب حدا يسألني عن عمري. يناس. قال لي لي شو اسمك. يناس. يناس. شو بتقرب لك رزان. بنتي. بنتك الله يخلي لك ياها. مش مبين عليك. ماشاء الله. اذا راح اسألكم سؤال. او اثنين. كل واحد سؤال. رزان بتعرفي هايدي الايام محرم. نحنا على سو زعلانين وحزانين. قال الإمام الحسين عليه السلام. برافو. ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. رحتي للزيارة شي مرة. رحتي. وين رحتي. الكربلة. الكربلة. بس بدي عزبكم. تطلعوا على الكاميرا بليز. رح اسألكم. هاي السؤال. تمام. عندك معلومات. يعني يعني. يعني. كم هو. كم هو. عدد الخيام التي نصبت في معسكر الإمام الحسين عليه السلام. يعني نصبوا خيام بالمعركة. بدي أعرف عدد الخيام التي نصبت. هل هنن كانوا خمسين خيمة أو ستين خيمة أو سبعين أو ثمانين خيمة. خمسين أو ستين أو ثمانين أو ثمانين. ستين خيمة. ستين. ستين تقريبا. ستين. ستين. ستين تقريبا. ستين. ستين لأن غشيتين منها ولا. لأن تقريبا. إذا الجواب الصحيح هو ستين خيمة. عدد الخيام أو الخيام التي نصبت أثناء هذه المعركة في معسكر الإمام الحسين عليه السلام. رح أسألكم سؤال تاني. تمام؟ هل هو ما رح نختلف على الجائزة. لأم وبنتها بيقسموها. مش مشكلة. ما هي؟ ما هي؟ ساعة الصفر لوقوع معركة الطف. يعني كل ياتنا بنعرف إنه في وقت معين. بلشت فيه هاي المعركة. بدي هاي دالوقت. شو كان؟ هل هو بعد ساعة واحدة من غروب الشمس؟ هل هو قبل صلاة الظهر؟ يعني قبل ما يصلوا الظهر؟ أو بعد ساعتين من صلاة الفجر؟ بعد ساعتين يعني بعد ما صلوا الفجر بساعتين أو بعد صلاة العشاء قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر متأكدو الفجر 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 يعني بعد ساعة من الغروب أو قبل صلاة الظهر أو بعد ساعتين من صلاة الفجر بعد ساعتين من صلاة الفجر بعد ساعتين من صلاة الفجر فعلا كانت ساعة الصفر التي وقعت فيها هذه المعركة مع الإمام الحسين عليه السلام هو بعد ساعتين يعني بعد مرور ساعتين على أدائهم لصلاة الفجر إذن الجواب الصحيح جوابتوني على سؤالين مزبوطين أنت بأي أصف يا رجال الصف السادس بالسادس بالسادس بتدرسوا تاريخ أو بتدرسوا بحساس الدين عن هاي الواقعة يعني 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 مو كل شيء مو كل شيء اللي اللي دقتي السواب أي طبعا أكلتي أو طبخت لا طبخنا وأكلنا طبخنا برياني وأكل نقيبة صحة وهنا الله يتقبل السواب منكم يا رب وإن شاء الله يعمل السلام على كل العراق العظيم آمين عجب يا إذن مشاهدينا رزان وأم رزان جوابوني على سؤالين مزبوط اسألهم كمين سؤال بما أنه جوابتوا على سؤالين مزبوط رح تربحوا معنا من قناة زاقرس الفضائية من برنامج مثابقة في رحاب الطف مني أنا هاي الجائزة ألف مبروك المهم المشاركة طبعا المشرفنا بوجودكم نحنا اللي تشرفنا بوجودك وحبينا الشارك بس لغاية بنتي إجاب هاي رزان حبيتي تشاركي ليش؟ لأن هالأسئلة تخص حق الإمام المشاركة براف 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 إذن ألف مبروك رزان شكرا ألف مبروك الله يخلي لكيها الله يخلي لكيه مشاهدين مثل ما شفتوا المعلومات جدا مهمة وجدا مفيدة وأغلب المشتركين عندهم معلومات عن هالمعركة أو عن معركة الطف أو عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يعني هي مش مجرد ذكرى عابرة تمر على البال أبدا هي ذكرى محفورة في قلوب المسلمين جميعا ذكرى أليمة أوزعتنا لطالما أوزعتنا تابعونا لتروحوا بعيد معكم راح نكمل ونستقبل المشترك جديد مشاهدينا مستمرين معكم بهالحلقة الاستثنائية من برنامج مسابقة في رحاب الطف لاستذكار واستحضار ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى معركة الطف المعركة الأعظم في تاريخ الإسلام سوى راح نستقبل هالعيلة العيلة الحلوة أنتو كلكن عيلة واحدة كلكن نفس العيلة ما شاء الله الله يخلي كلها بعض يا رب بدي أتعرف عليكم حوراء حوراء رسول 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 نور نور محمد محمد أم علي أم علي أهلا وسهلا يا أم علي سوء اسمك نحن نحن رحمة الله سوء حلوى الرحمة يا رحمة سرعة 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 سوء يعني سرعة يعني سرور السعادل الله آيات آيات بنين بنين حسين حسين محمد محمد شو شعورك وانت اسمك حسين والله فخر لي هذي الاسم طبعا فخر لكل حامل اسم الحسين عليه السلام شو بتقربوا لبعض يعني أقارب أهلا وسهلا من وين أنتوا من وين بغداد من بغداد من وين من محافظة ميسان أهلا وسهلا شرفتونا برنامجنا بيعتمد على أسئلة خاصة باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ومعركة الطف كم سؤال بدي اسألكم واحة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حداش لا مش هالقد راح اسألكم كم سؤال تمام اللي بيعرف بيجاوب السؤال بيقول من هو أول شهيد في معركة الطف إذن من هو أول شهيد في معركة الطف عندنا أربع احتمالات ما تغشي شايفته مسلم ابن عقيل أو علي الأكبر أو مسلم ابن عوسجة أو الحر الرياحي تعريس مسلم ابن عقيل عليه السلام مسلم ابن عقيل مين عنده غير جواب؟ لأنه مسلم ابن عقيل مش رارك في معركة الطف استشهد قبل الإمام الحسين لكن في معركة الطف الحر الحر؟ أول السيارة الآخر شنا تصال؟ هل هو مسلم ابن عقيل أو علي الأكبر أو مسلم ابن عوسجة أو الحر الرياحي؟ مسلم ابن عوسجة مسلم ابن عوسجة أنت بتقولي الحر؟ الحر وانت قلت مسلم ابن عقيل حدا؟ مسلم ابن عقيل مسلم ابن عقيل حر الرياح الحر الرياحي الحر الرياحي مسلم ابن عقيل مسلم ابن عقيل مسلم ابن عقيل مسلم ابن عقيل حورا علي صوتك الحورا وطلاي على الكاميرا مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل عندك جواب؟ مسلم العقيل مسلم بن عقيل وإنت شو بتقول؟ مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل أنت شو قلتيني؟ ذاكريني مسلم بن عوسجة وهو الجواب الساح لأنه مسلم بن عقيل تشعز قبل معركة التفصة هو ما شارك بهالمعركة أما مسلم ابن عوسجة فكان أول شهيد بمعركة الطف ذكريني باسمك بس؟ آيات آيات هو بكل الأحوال العينة كلها رح تقبل جائزة بس برافو آيات هو الجواب الصح مسلم ابن عوسجة إذن هو أول شهيد في واقعة الطف طيب مين بيعرف العدد الكلي كل عدد شهداء معركة الطف هل 76 شهيد أو 77 شهيد أو 78 شهيد أو 80 شهيد العدد الكلي ليه شهداء؟ مونيون سبعين 78 77 77 77 77 76 78 77 77 77 شو بتقولي؟ 77 الزواب النهائي ما يفدعتني إيه؟ مونيون سبعين 78 شهيد هو العدد الكلي لو شهداء معركة الطف 78 شهيد إذن العدد الكلي لشهداء معركة الطف هو فعلا شو بتلي اسمك؟ محمد 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 جوابنا جواب الصح سعرنا جواب صح من محمد محمد وجواب من آيات رح أسألكم كمان سؤال كمان سؤال كمان سؤال انت ليس متوتر هالقد؟ الجواب السؤال عفواً السؤال السؤال بدي اسأل الساعة السفر ساعة السفر يلي وقعت فيها معركة الطف يعني بأي وقت وقعت معركة الطف لحظة؟ دك تجاوب؟ تجاوب بس تجاوب نجلا بعد ساعتين من صلاة الفجر بعد ساعتين من صلاة الفجر محمد كم محمد في العائلة؟ هنا هنا كم إحسان؟ سينة من صلاة الفجر متأكد من وجرا بعد ساعتين؟ فعلا جواب صحيح اللي أجمعوا عليك من العيلة من أي عيلة أنتو؟ من العيلة المساوية من؟ المساوي من المساوي إحلا وزهلا شرفتوني إذن كل أهل المنطوية أجمعوا على أنه الساعة الصفر لو قام عركة التف كانت بعد ساعتين من صلاة الفجر وهو الجواب الصحيح كم سؤال صارت سائلة تكون؟ ثلاثة؟ بعد سؤال؟ بعد سؤال؟ لا نكتر عشان تتعذبوا شوي رح تغضوها رح تغضوها رح تغضوها لأن الهدف من برنامجنا مش الجائزة بقدر ما هو المشاركة المعلومة المعلومة يعني كل ياتنا نعرف أنه هي مش مجرد مناسبة وخلص هي مناسبة قليمة جدا إذن السؤال بيقول ركزو ركزي معي عم تسمعيني؟ ليش حتى كف بإيده والتاني؟ لا إذن السؤال بيقول كم كان عمر الإمام الحسين حين استشهد؟ يعني قداش كان عمره لما ستشهد؟ هل هو ستين سنة؟ تمانا وخمسين سنة؟ سبعة وستين سنة يا حسين؟ أو ستة وخمسين سنة؟ سبعة وستين ستة وخمسين سنة مس Saint ya siempre سبعة وستين سنة滿ستة وخمسين سنة smiles ستة وخمسين سنة ستة وخمسين شهد لديش الإحتمال الثاني؟ ستين أو تمانا وخمسين أو سبعة وستين أو ستة وخمسين ستين أو ستة وخمسين равно 67 سبعة وستين ستين سنة وقتل 50 58 60 58 58 56 58 58 58 58 58 58 كان هو ثم الإمام الحسين حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استشهد كان عمره 58 سنة رحمه الله عليه كمان سؤال ولا خلاص منربح راح ربحكونا عشان تكملوا الجولة مين بدو يستلم الجائزة اكبر واحد اكبر عمرا ولا اكبر واحد بالعمر شو بين علي بش عرات وين اذا هاي الجائزة لالك بدنا نربح البنات جائزة صبايا عشان ما يدخان اقول ان مين الاكبر انت الاكبر ام علي صرفتونا الف مبروك طبعا هاي الجوائز مقدمة من قناة زاقرس الفضائية من برنامج مسابقة في رحاب الطرف بهالذكرى الاليمة والواقع الاليمة وهي استشهاد سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام الحسين عليه افضل والصلاة والسلام البقية بحياتكم البقاء الله مساعدين متابعين معكم حلقتنا اليوم من برنامج مسابقة في رحاب الطرف عبر قناة زاقرس الفضائية قناة كل العيلة كل العيلة العربية مش بس العراقية السلام عليكم وعليكم السلام عارفين على حالك 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 طلعي على الكاميرا بس السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين طبعاً تعجز الكلمات عن وصف هذه المناسبة الأليمة اللي ما نلقى أي كلمات تتعبر عن هذا المصاب الجلل وعز العالم الإسلامي بهذه المصاب الجلل اللي تقشعر له الأبدان الذي قام به بن ومي لأن طلع عليهم في الدنيا والآخرة اللهم العن قتلت الحسين من أول ظالم إلى آخر ظلم بحق البيت محمد سيدنا وسيد النبوة أهلا وسهلا رئيس وقالنا بيقول من من السهداء كان يرى نفسه بين الجنة والنار وأختار الجنة بكل فخر يعني من من السهداء كان يرى نفسه بين الجنة والنار لكنه اختار الجنة بكل فخر الحر بن يزيد الرياحي فعلاً فعلاً كيف عايت؟ هو كان في صفوف جيش الكفار بس لمن شاف الحسين عليه السلام قل ناصره فلتجأ إلى المحسين قل أن يتخير بين الجنة والنار هو ما أكو شيء أفضل من الجنة لش عم تبكين؟ على ما مصاب أبو عبد الله الحسين فالحر الرياح اختار الجنة وقال للإمام الحسين صدقة أمك حين سمت كحر خلعي بالكاميرا باوة يعني سيدنا بس بدي هاي لدموع أبلغ من كل كلام ما أكو كلمات توصف مصاب كربلاء فالإمام الحر سلام الله عليه الحر رضوان الله عليه عندما أتى للحسين قال صدقة أمك حين سمت كحر ما أكو شيء من واحد يشوف سيد الشهداء يعني بعد ما قدر يرجع إلى جيش الكفار ما العلم أنه الإمام الحسين خيرهم قال لهم اذهبوا يعني أنتم طلقاء وما عليكم حتى حساب بس من شافوا بنت رسول الله من دون ناصر ما حد قدر بعد يرجع أصحاب الحسين عليه السلام كان لهم دوي كدوي النحل من قد ما يقرون قرآن للصبح كانت ليلة فراق وليلة وحشة سلام الله عليهم ورضوان الله عليهم سلام الله على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين من أول قفل الرضيع إلى سيد الشهداء أنا كتير بحترم دموعك كتير بحترم دموعك رح أسألك كمان شؤال لأنه صراحة انفضمت من المعلومات اللي عندك فرح أكون أنا طماعة ونستفيد أنا والمشاهدين كل عياتنا ونختبر معلوماتك القيمة من من أول من رمى بسهم على خيام الإمام الحسين يعني أول سهم رمي على خيام الإمام الحسين من الذي أطلقه هل هو خلينا أعطيك الاختيارات هل هو شمر ابن ذي جوشن أو هو حرملة أو هو عمر ابن سعد أو هو المهلل الكوفي شمر ابن ذي جوشن الإمام الحسين طبعاً كان يرفض أن يبدأ بالقتال فأكيد هم بدأوا فشمر ابن ذي جوشن كان هو اللي بدأ رمي السهم الإجابة خطأ الإجابة خطأ عليه السلام إذن أول من أطلق أول من أطلق هذا السهم على خيام الإمام الحسين عليه أفضل والصلاة والسلام كان عمر ابن سعد إن تجواب تجواب صح؟ تجواب غلط رح أسألك كمين سؤال؟ ونحدد بقى المصير بس لأنه دموعك اللي نزلتين رح تربحه من هو آخر شهداء معركة الطف آخر شهيد في هذه المعركة هل هو أبو الفضل العباس؟ أو حبيب ابن مظاهر الأسدي؟ أو القاسم ابن الحسن عليه السلام؟ أو الهفهاف ابن المهند؟ آخر شهيد الهفهاف ابن المهند؟ الهفهاف ابن المهند إذن هو الزواب الصحيح فعلا الهفهاف ابن المهند الراسبي البصري هو آخر شهداء معركة الطف قلت لي اسمك ريا؟ ريا إن شاء الله ولا مرة برجع بشوفها لدموع وما بينزلوا على غالي عليه أفضل والصلاة والسلام ألف مبروك هاي الجائزة مقدمة من قناة زاقرس الفضائية من قناة كل العائلة من برنامج مسابقة في رحاب الطف مشاهدين لهون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم ما عندي كلام أولو لأنه ريا اختصرت بدموعه كل الكلام اللي ممكن ينقال تابعونا بالحلقات القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة